بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة المحاضرة رقم 14 والأخيرة من الدرس الثالث من مقرر الديناميك الحرارية اللي عنوانه Properties of Pure Substance في هذه المحاضرة نشاء الله سوف نعطيناها على المعادلات اللي راح تستعمل في حل المسائل بعدين فزي ما شفنا قبل بالنسبة للإيديل جاز Mechanically Reversible Closed System Process The Work معطأ بهذه الطريقة يعني يساوي PDV ونعرف بأنه Variation of Heat minus Work يساوي Variation of Total Energy لو أخذنا أو لو أعتبرنا أنه ما في هناك Variation بالنسبة لKineric or Potential Energy فتصبح لي زي ما نعرفه قبل Variation of Total Energy تساوي Variation of Internal Energy plus Variation of Kineric Energy plus Variation of Potential Energy فلو سوينا الليجلكت بالنسبة للثانية والثالثة فتصبح الدلتا إي تساوي الدلتا يو فهنا المعادلة تصبح على هذه الشكلة لو إنا إيش؟ لو كنا ما في تغير ملحوظ بالنسبة لKineric or Potential Energy استعمال هادم البلانسز إيش على إيش راح نتحصل؟ نتحصل على أنه الهيت Variation of Heat تساوي CVDT plus PDV مع معرفة أنه هذا هو إيش هو الwork وهذا هو Variation of Internal Energy زي ما قلنا قبل بالنسبة لإيش شباب الركزين فقط المعادلة هذه صالحة بالنسبة للإي دي القاس فهنا راح نعطي لمحة بأنه المعادلات اللي شفناهم قبل ليس صالحين؟ هات المعادلات are valid زي ما قلنا الحين for ideal gas أيضا for mechanically reversible process مع أنه ما استغلنا على irreversible process وأيضا زي ما قلنا بالنسبة لClosed system فهنا المعادلات الثلاثة اللي شفناهم راح نستعملوهم إن شاء الله في حل المسائل بغيت نسأل هنا لو سويت neglect بالنسبة al kinetic or potential energy بالنسبة al variation of kinetic or potential energy delta total energy كم راح تسوي؟ أتمنى أنه يكون الشابتر كامل واضح السلام عليكم ورحمة الله